مشاهدينا يصادف اليوم 20 نوفمبر اليوم العالمي للطفل ولأن برنامج سيدتي حاضر دائماً في الأيام العالمية المهمة راح نصلت الضوء على خبر مهم وهو اعتماد أول جمعية لأدب الطفل وتقافته بالمملكة تحت إشراف وزارة الثقافة والحديث أكثر حول هذه الجمعية تنضم لنا عبر سكايب الدكتورة مونة الغامدي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أدب الطفل وتقافتي أهلا وسهلا بك دكتورة مونة في البداية حابين نتكلم عن هذا الموضوع طبعاً تزامناً مع اعتماد جمعية أدب الطفل وثقافته بالمملكة كأول جمعية إذن السؤال يعني قد إيش مهم تثقيف الطفل ونتكلم عن أداب وثقافة وغيرها أولاً السلام عليكم متاع الخير جميعاً عليكم مسعيدة بوجودي معكم في قناة روتانا حينما نتحدث عن جمعية أدب الأطفال وثقافته ونتحدث عن مزامنتها لليوم العالمي للطفولة فمباشرة نتذكر أو يردي للذهن أو نركز على أهمية الخطاب الثقافي والأدبي الموجه للطفل كحق من حقوق الطفل علينا سواء كان هذا الخطاب من ناحية الإبداع أو من ناحية إخراجه في القوارب المناسب للتناصب الطفل أو من ناحية النشر لذلك كان إنشاء مثل هذه الجمعية تزامناً مع اليوم العالمي هو بمثابة التأكيد على هذا الهدف الذي تسعى إليه الجمعية في إطار من ضمان الاستدامة وكذلك الحكمة الحقيقية نعم أيضاً دكتورة دوركم اليوم كجمعية في تمكين المهتمين بأدب الطفل إيش الأشياء اللي راح تقدمونها وأي فئة اللي راح تكون مستهدفة في هذا الموضوع طبعاً كما ذكرتم سابقاً بأن هذه الجمعية هي بمثابة النهر الماد أو هي أدراع من أدرعة وزارة الثقافة فرح يكون لها رؤية ورح يكون لها رسالة وأهداف استراتيجية متسقة مع أهداف الوزارة اللي كلنا طبعاً نخطع فيها لمنظومة واحدة ضمن رؤية الطموحة 2030 ستكون لنا كذلك متاريع ستكون هناك مبادرات لتحقق هذه الهداف الاستراتيجية الهدف الأساسي هو أن يكون هناك لأدب وثقافة الطفل مسار مهتم فيه لهم وثقفين لهم مهتمين فيه يجعل كابة الأصعيدة يسير جنب إلى جنب مع أدب الكبار وباقي الفن والأخر نتكلم عن جسر التواصل ما بين المهتمين المثقفين والأدباء وغيرهم وبين الجمعية هل نقدر نقول أن هذه الجمعية مهتمة بجميع الفئات ولا بالأدباء والمثقفين السعوديين فقط؟ الجمعية سيكون لها موقع على الويبسايت راح تتوضح فيها بايرات التواصل لا نستطيع أن نقول بأن هذه الجمعية فقط هي حصر على الأدباء والمثقفين الآن أدب الطفل لم يعد كما في السابقهم يركز فقط على النص الأدبي أو الثقافي أصبح الآن طريقة إخراج القوانب التي تخرج فيها يخرج فيها أدب الأطفال سواء من خلال السينما، المسرح، الدواوين الشعرية أتى في الألعاب، في الجيمز نحتاج فيها مثل هذه التخصصات نحتاج فيها للذكاء الصناعي للتسويق، للنشر، للإعلام، للطباعة، للغرافيك يعني الجمعية هدفها هي ملورات هذه العلوم مع وجود النص المناسب للطفل حتى نستطيع أن نخرج أدب مناسب للطفل للطفولة بشكل عام ولكل مرحلة عمرية من مراحل الطفولة